أعلنت وزارة الداخلية اليوم إطلاق خدمة نقل ملكية المركبة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمة الإلكترونية سهل وقالت الوزارة في بيان صحفي أن هذه الخدمة تأتي ضمن رؤية الوزارة في تعزيز التحول الرقمي للخدمات والتسهيل على المواطنين عبر تقديم مثل هذه الخدمة التي ستوفر الجهد والوقت عبر إنجازها إلكترونيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأشدت الوزارة بتعاون وحدة تنظيم التأمين في إتمام الإطار التشغيلي لهذه الخدمة الإلكترونية المتاحة لمستخدمي تطبيق سهل الحكومي والتي سوف تتم عبر مجموعة بسيطة من الخطوات بين الطرفين وأكدت وزارة الداخلية أنها ماضية في العمل على رقمنة خدماتها وتطوير أنظمتها بما يتناسب مع رؤيتها في إتاحة خدمات حكومية متميزة سهلة الوصول والتنفيذ ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية العقيد بشار إبراهيم السيد هاشم بداية عقيد بشار هل تطلعنا أكثر عن تفاصيل هذه الخدمة والتي بالتأكيد من شأنها توفير الوقت والجهد يا هلا حبا أمسي عليكم أستاذ المستمعين طبعا نحن اليوم بطلاق الخدمة التحويل لنقل مركبة استكملنا منظومة خدمات الوزارة الداخلية الله سمع الفريق الذي يشتغل عليه بالتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين والدارة عامل المروض طبعا هي خدمة حرصنا أنها تكون ميسرة وسهلة بخطوات بسيطة بجرد الدخول على تطبيق سهل اختيار الزارة عامل المروض خدماتهم يدش المالك الأساسي يستعرض المركبة التي يحولها يتم دخال رغم المدني بالمالك الجديد يرسل الشعار يستقبل الشعار في موافقة على تحويل مركبة يقوم بعدها في سداد رسوم التأمين اللي هي بواقع سد نانير وبعدها هي شعار أخير حق المالك القديم للمركبة مجرد ما يدفع رسوم التحويل اللي هي خمس دانير راح يوصل الشعار في دفتر المركبة الإلكتروني للشعاري وكذلك تكمل الإجراء في عدة دقائق محدودة نعم ولكن هل هناك شروط معينة واجب توافرها لحظة استخدام خدمة نقل ملكية المركبة عبر تطبيق سهل؟ أكيد الخدمة متاحة للمركبات الخاصة والدرجات النارية الخاصة يجب أن يكون الطرفين عمروا فوق 21 سنة حسب السنة ظانوني المركبة لا تكون مطلوبة للأقصاد لا تكون مخالفات على المركبة أو على الطرفين الشعاري والبايع ولاحق في تقديم طلب واحد على المركبة هذه أبرز الشروط الواجب توافرها نعم مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية العقيد بشار سيد هاشم شكرا جزيلا لك